دراستي هي مش مدة معينة طيران مش مدة معينة هو عدد ساعات انت بتخلصهم بيبقوا مية وتسعين ساعة منقسمين لثلاث رخص اول رخصة بتبقى تاني رخصة دي بعد ما تخلص اول رخصة بتعلق الشريطة التانية بعد كده اخر رخصة اللي هو في التخرج الكميرشال اللي هم تلاث شرط يعني بعد الثلاث رخص دول انت بتقدري تسول لا مع كل رخصة كل رخصة يعني مثلا برايفت بناخد النظر بتاعها بيبقى معاك الكتب بتذاكر وتمتحن وتمام كده انت ذاكرتها تبدأ تطبق عملي تطلع الطيارة تخلص البرايفت بتاعك خلاص كده انت خلصت اول رخصة اول رخصة تيران نظري وعملي اول رخصة 35 ساعة 35 ساعة لوحدك لا اول رخصة لا بصي هما ب190 ساعة من قسمين ل36 ساعة سولو منواحدك في الطيارة مزبوط والباقي بيبقى ساعات ديول وساعات سيميليتور اللي هو الطيران الالي الطيران اللي بيبقى بيبقى محكاية كده بيبقى عشان تتمرن قبل ما تطلع الطيارة هتعمل ايه ما تجربش في الطيارة اكيد بس فهي اول رخصة البرايفت بعدها ال اي ار الكميرشل في كل واحدة النظري بتاعها بعد كده تطلع تطبق العملي بس وخدتي الثلاث خلصت الثلاث رخص خلصت الثلاث رخص وبعد كده في الرخصة الاخيرة بقى بعدها انت كده بقى تخركت بالترخص بتوعك بالخطوة اللي بعدها ان انت تبدأ بقى بقدر الامكان تزود النولدج بتاعتك ما تفتكرش ان انت خلص انا تخرجت النولدج كده انا معايا كل المعلومات مستحيل انا عندي كلاهات كبار جدا بسن كبير في الستين ولسه بيذكروا يعني المعلومة في الطيران ما بتخلصش صحيح تمام فانت تبدأ بتزود من نفسك وبتستنى الاعلان الشركة اللي انت عايزها بتروح تقدم ورقك فيه وبيتعملك الانترفيو بتاعك ووو بتتابك